بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك الملك ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام العزيز في قربه القريب في علمه يرفع أقواما ويضع آخرين بيده القسط بيده الأمر حجابه النور يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل ولا يغيب عن سمعه شيء ولا يغيب عن بصره شيء وهو أسمع السامعين وهو أبصر الباصرين والصلاة والسلام على خير الأنام ومفتاح دار السلام صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الدرس الدرس السابع عشر لازلنا نستكمل بدايات رحلة القبر وجعلت له عنوانا واسعا وهو الرحمة في القبر والتعوذ من فتنته وعزاب إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم لقد أشرت في الدرس الماضي إلى موضوع وموضوع الكفن وموضوع الغسل وموضوع الدفن وأن الميت في يوم وداعه يحتاج إلى إخلاص من أهل والإخلاص مع الميت يظهر جليا في مسألة الكفن لأن الكفن ستر والسنة الشريفة حتمت علينا أن نتعلم أن الكفن لا بد أن يكون شرعيا لا مباهى ولا إفراط ولا تفريط جميل هذا الكلام حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبره ممتاز يعني السنة وإن كان الحديث ضعيفا وإن كان الحديث ضعيفا لكن السنة بتحبب إلينا دائما أن نحسن في تكفين الموت والإحسان في الكفن واجب شرعي وفي الصحيح عند مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فليحسن كفنه الإحسان في الكفن واجب شرعي ليس فقط لأن الموت يتزاورون ولكن لأن السطر على الميت واجب وقد ذكر كثير من أهل العلم هذه القصة المهم وهي أن امرأة من الأنصار ماتت وكانوا فقراء فقصروا في تكفينها فلم يكن الكفن ساتراً جسمها رحمها الله تعالى جميل جميل ووضعوها هكذا وظهرت معزرة وظهرت رجلاها وظهر جزء من ساقيها رحمها الله ودفنت على هذه الحالة وكان زوجها طبعاً يعيش في عهد سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه وكلهم صحابة عدول فلما نام في نفس الليلة التي دفنت فيها زوجته رحمها الله تعالى شاهد النساء في الجنة في حالة فرح وصرور ولم يجد بينهن زوجته ولم يجد بينهن زوجته فنادى على واحدة منهن وسألها أين زوجتي فلانة التي توفيت اليوم فقالت 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 له لقد قصرتم في تكفينها وهي الآن لا تحب أن تخرج بين النساء لأنك فنها لم يكن ساتراً ثم يقول باقي الرواية هي رواية بنستدل منها على وجوب الإحسان في الكفن بنستدل منها على أن الحياة البرزخية حياة موصولة بنستدل منها على وجوب اتباع شرع الله فذهب الرجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له القصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من مبلغ هل في حد بيموت فقالوا نعم يا رسول الله فقالوا هناك شاب من الأنصار يحتضر يحتضر فقال صلى الله عليه وسلم إذا ما غسلتموا وكفنتموا فضعوا لها كفن مع كفنه وفعلوا الله أكبر وبعد ذلك شاهدها زوجها مع النساء ترتع وتسعد وتفرح بالجنة فإن الكفن الذي أرسل إليها بعد وفاتها مع الشاب الصحابي رضي الله تعالى عنه قد وصلها وهي تنعم به وسطر الكفن عليها ما كان قد ظهر من بدنه هذه القصة ذكرها كثير من أهل العلم أكانت صحيحة أو دون ذلك لكن فيها مجموعة من المعاني المهمة التي تلزم الأحياء باتباع السنة والتي نفهم منها أن حياة البرزخ ليست مغلقة ولا طلاص وإنما هي مفتوحة كما سيأتي الكلام التفصيلي إن شاء الله تعالى إذا صليتم على خير الأنام صلى الله عليه وسلم القبر له لسان له لسان يتكلم ده لازم يتكلم يتكلم عربي يتكلم عربي وفارسي وإنجليزي وكل حاجة وبيستقبل الإنسان برضو استقبال استقبالا يليق بعمله في حوار بينك وبينه في كلام فيه معاني فيه ومن هذا سلمكم الله تعالى أن القبر يقول للميت إذا أوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الدد ما غرك بي إذ كنت تمر بي فدادا يعني سريعا سريعا فإن كان صالحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول رأيت إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهى على المنكر الله أكبر فيقول القبر فإني أعود عليه خدرا ويعود جسمه نورا وتصعد روحه إلى رب العالمين جاء السلام يعني القبر بيسأله أنت كان حالك إيه أنت كان وضعك إيه فيما مليك سمعين الحوار وعرفين عمل الإنسان إن كان صالحا وإن كان دون ذلك وذكر ابن المبارك رحمه الله تعالى مما نقله الإمام القرطبي قال بلغني أن الميت يقعد في حفرته فتقول له حفرته يعني القبر ويحكى يا ابن آدم أليس قد حزرتني يعني أنت حزرت أليس قد حزرتني وحزرت من ضيقي وظلماتي وهولي فماذا أعددت لي عملت لي إيه قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أكثر من ذكر القبر من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة يا سلام ومن غفل عن ذكره وجده دون ذلك وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان خلف جنازة فاتبعتها حتى وصلوا بها إلى حفرتها فنادت امرأة فقالت يا أهل القبور لو عرفتم من نقل إليكم لأعززتموه قال الحسن فسمعنا صوتا من الحفرة وهو يقول قد والله نقل إلينا بأوزار كالجبال لا إله إلا الله وقد أذن لي أن آكله يعني الأرض بتقول كده أن آكله حتى يعود رميما فاضطربت الجنازة فوق النعش وخر الحسن المصري مغشيا عليه إذن فيه استقبال على حسب العمل فيه حفل استقبال حلو جميل وحفل استقبال دون ذلك لكن هو لابد أن تكون عالما ونحن الآن بنتكلم عن الحياة البرزخية أن أحدا لا ينجو من ضمة القبر ولو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلوات ربي والسلام عليه لقد ضم لقد ضم لقد ضم صاحبكم في القبر ضمطا اللي هو سعد بن معاذ لماذا نقوله هذا الكلام استبشار والله استبشار ليه لأن ضمة القبر كما قلت لك في الدرس الماضي عند المسلم لها حال وعند الكافر لها حال ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب جلس عند القبر فتربد وجه يعني تغير ثم سري عنه فقال له أصحابه رأينا وجهك يا رسول الله تربد آنفا ثم سري عنك فقال ذكرت ابنتي وضعفها وذكرت عذاب القبر فدعوت الله تعالى ففرج عنها فدعوت الله تعالى ففرج عنها الحديث رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغيره مشاهدي الكرام الأكارم دعوني أبشر وأقول لما مات عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وقبره ومسجده أو مسجده بالأحرى موجود في الطائف وقد تشرفت بالزهاب إليه لما أزن الله له بالوفاة وذهب الناس لتشييعه شاهدوا شيئا عجيبا جد شاهدوا طائرا كبيرا ما شاهده الناس من قبل الله أكبر ولله الحم ينزل ينزل الطائر على قبره بجناحيه وهو يتكلم والجميع يسمعون صوته وهو يقول يَا أَيَّةُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ لا تأييد الله للمؤمنين أريد أن نقول أن رحلة الميت إلى الله رحلة طهارة كما قلت في الدرس الماضي رحلة طهارة فمحتاجين أن كل من يشارك في تشييع الميت ويوصلونه إلى قراره ومستقره يفضل أن يكونوا من الصالحين مشاهدي الكرام أورد الإمام البخاري في الأدب المفرد هذا الحديث المهم لما توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم جلس النبي عند قبرها وقال للصحابة أيكم لم يقارف الليلة النبي بيبحث عن واحد يقوم بلحد ابنته يعني إنزالها من المحمل البسيط جدا إلى لحدها لحدها أو إلى قبرها صليتم على حضرة النبي النبي بيسأل عن واحد يقوم بعملية اللحد فمش أي واحد مش أي واحد فقال أيكم لم يقارف الليلة من فيكم لم يقارف الليلة تب ما معنى هذا الحديث يقارف بمعنى يجامع يقارف بمعنى يجامع وهذه الجماع حرام هذا عباد الجماع عباد وقضاء الوطر عباد عبادة عبادة يعني عبادة أصير تب لماذا قال النبي أيكم لم يقارف الليلة يعني عايزين واحد يقوم بلحد ابنته لم يجامع زوجته في هذه الليلة قلت لك الحديث في البخار إيه العل يعني المفسرون للحديث بيقول أن النبي صلواته رب وسلامه عليه أراد بهذا الأدب الشريف أنه محتاج واحد عقله وفكره وقلبه لم تأخذ منه الدنيا شيئا لم تأخذ منه الدنيا شيئا ولم ينل شيئا من حظوظ المتعة في هذه الليلة يبقى في حالة من الوضاء الكامل والطهار الكامل والاستعداد الكامل والبدن ليس مرهقا والنفسية غير قلقة سلمكم الله تعالى وأحباكم والوجه مستنير والقلب مستنير فقام رجل وقال أنا يا رسول الله فأزن له النبي بلحدها صلى الله عليه وسلم ماذا نتعلم تعلمنا الكثير كما تراحزون يعني أريد أن أقول إن الميت لكي يرحم ويدخل في القبر الذي هو بيت الرحمة فلابد عند إذن لازم في هذه الحالة أن يكون الحضور حوله ممن يعتقد أنهم كانوا من الصالحين مشاهدين الكرام هل فعلا الميت يعزب بعمل غيره لو واحد أخطأ في الجنازة أو سب الظهر أو لطم الخد أو كذا أو كذا هل هذا كله يؤاخذ عليه الميت ننظر فيما ورد من أحاديث في هذه المسألة الحديث الذي معنا بنتعلم منه شيئا في غيث الأهمية وهو مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعزب بصياح أهله عليه إن الميت لا يعزب بصياح أهله عليه الحديث أورده النسائي والإمام أحمد بن حم في مسند جميل حديث آخر ورد في الترمزية أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه ثم ذكر باقي الحديث وذكر الإمام البخاري من حديث النعمار بن بشير حديث آخر في السياق نفسه إذا صليتم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى قوله انظروا إلى قوله في الحديثين الحديث الأول الميت يعذب ببكاء الحي عليه البكاء هنا لا يقصد به البكاء العادي البكاء الفطري لا وإنما يقصد به المبالغة في البكاء والتزيد في البكاء والنياح والدعاوى بدعوى الجاهلية وانظروا إلى قوله عشر السادة الكرام إن الله ليعذب الميت بصياح أهله صياح بصياح أهله عليه وليس معنى العذاب أي اشتداد العذاب عليك في قبرك لأن أهلك يبكون عليك ولكن فعلا الميت بيتألم ألم شديد لأن الميت يا أحبابي دخل في مرحلة سكينة دخل في مرحلة وقار دخل في مرحلة أنس بالله ولا يحتاج إلى ما يعكر عليه صفوة الميت بيتألم بيتألم صحيح بيتألم إذا كلمة العذاب هنا سلمكم الله تعالى معناها أن الميت بيتألم ألما نفسيا ولا يعذب عذابا حسيا ولأجل هذا النصيحة واجبة لمن لا يكفون عن البكاء لابد أن يؤمنوا بالقضاء والقدر كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إذا هناك أشياء مهمة ينبغي أن نعلمها في هذا ما الذي ينجي المسلم من ضمة القبر وضغطته ورد حديث في هذا السياق سلمكم الله تعالى وأحبكم إن الإنسان إذا داوم على قراءة سورة الإخلاص وبعض وكان من عهد القرآن الكريم مما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وأورد حديثا ثم قال عنه إنه في ضعف ولكن لا حرج من قراءته من قرأ قلوه الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمنا من ضمة القبر وحملته الملائكة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة يعني إذا هناك أعمال اكتب هذا في قلبك هناك أعمال تنجي الإنسان من ضمة القبر نعم وفي هذا تفاصيل كثيرة نسعد بها غدا إن شاء الله تعالى إن طال بنا الزمان اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اللهم أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته وبركاته وبركاته